الحديث الثامن والعشرون مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر رواه البخاري وفي رواية مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله رواه البخاري وفي رواية مفاتح الغيب خمس ثم قرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم الخبير رواه البخاري هذا الحديث اجتمل على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة هذا حديث يدل على عظمة الله ومن عظمته علمه بالغيب عز وجل وتفرد بذلك استأثر الله به قهر عباده بعلم الغيب ما يستطيع أحد يعلم الغيب إلا هو وبيده خزائنه لا يملكها إلا هو لا يطلع عليها إلا من شاء وما في أحد يطلع على كل الغيب أبدا إلا الله لا ملك ولا نبي ما يطلع على الغيب إلا الله يطلع على بعض الغيب من يشاء من خلقه فقط قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآن في نقاشاتنا مع الدجالين والعرافين والذين يدعون علم الغيب والمنجمين وقراء الكف والفنجان والذين يضربون بالودع ويخطون في الرمل وحساب أبجاد أبجد وناظرون في كرة الكريستال إلى آخره لن تناقش معهم ماذا تقول لهم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله له غيب السماوات والأرض إنما الغيب لله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وما كان الله ليطرعكم على الغيب وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء كانت فاديت كل الحوادث وما كان في شيء سبب كل سبب مهلك كانت لفيتم لكن أعلم الغيب يأتي حادث من هنا سم من هنا دابة أفعى عقرة من هنا دابة تقلبه من فوقه تقلب من على ظهرها يدق عنقه عدو يتربص به وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو صفوته من خلق أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه الجن المؤمنين ماذا قالوا؟ الجن المؤمنون ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم؟ رشده وماذا قال الله في قصة سليمان عليه السلام لما مات؟ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم؟ لكنهم يشتغلون يظنون سليمان على قيد الحياة ولأننا لا نعلم الغيب شرعت لنا الاستخارة ونحن نقول في دعائها اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب هذه أثار الإمام بالعظمة الإلهية وقدرة الله وعلم الله الغيب ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل وأن يوقن به ومن اعتقد أنه يعلم أو أن أحدا غير الله يعلم ما في الغيب أو ادعى ذلك فقد كفر وظل ضلالا بعيدا ومن يعتقد أن السحرة أو الكهنة أو العرافين أو المنجمين أو آل البيت أو الأئمة أو الثني عشر أو الغلات أو الأولياء أو الأولياء أو السادة أو الجن يعلمون الغيب فقد كفر فما بالك عندما يقول بعضهم الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم كلام فارغ ضلالات 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 متتابعة شيء مذهل قال الشيخ بن عثمير رحمه الله من ادعى علم الغيب فهو كافر ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضا لقولي تعالى كن لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحده شوف بعض الضلال الصوفية وصلوا إلى درجة أنه يقول رح للشيخ واسأله خلي يشوف لك ما في اللوحة المحفوظ ولما واحد راح للشيخ قال له أنا أسافر قال لا في حادث سيظهر عليك قطاع الطرق قال بس أنا مضطر يا شيخ مضطر أنا لازم أسافر قال قال لا أستطيع فعل لك شيء بس أنا أخبرك قال طيب وإذا لازم لابد قال اذهب للشيخ الآخر فلان واحد رتبة أعلى راح له قال كذا 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 قال خرص روح سافر سافر ورجع ما صل له شيء راح للشيخ الأول شيخ ما صل رحت سافرت الحمدل على السلام ما صل له شيء قال عارف طيب ولي قلت قال لماذا أنا حولتك على هذاك قال ويش هذاك قال هذاك غير في اللوحة المحفوظة لم يقدر غير أنا بس أطلع أنا بس أشوف هذاك غير والله الوحن يعني هل في بشر كذا يعني ممكن يعني تقبل عقولهم يعني طيب فين الدين فين الإيمان فين وين أركان الإيمان لا يعلم غيب إلا الله وين علوه المحفوظة على طول وين أنت في الأرض تحت وهذا يقرأ وهذا يغير حال ما ابقيتم لله حال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم فإن صدقه يعني لو سأله لا تقبل له صلاة أربعين يوما ولو سأله صدقه يعني في ناس يروحوا للتجربة يقول لا جرب ويقول ما نخسر شيء ما تخسر شيء تخسر عقيدتك يا مسكين يقول ما نخسر شيء خلينا نسأل ما نخسر شيء وإذا سأله صدقه خلاص كفر خرج من الإسلام خرج كفر بما أنزل على محمد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم روه أبو داود والإمام أحمد وغير ما وصحه من حجر والعراف الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المغيبات فهو أعم من الكاهن في واحد يدعي العلم المستقبل في واحد يدعي علم الحاضر والمستقبل وفي واحد يدعي علم المسروقات والمغيبات طبعا هذه ممكن تكون أهوا من جهة أن الجن يخبرونه يرون أشياء يخبرونه عن غيب مضى عن شيء مضى أو عن شيء مدفون الآن في مكان لكن المستقبل ما أحد يعرفه نهائيا يعني إطلاقا إلا الواحد في المية من مسترقي السمع التي ينزلون بها إلى الكهان في الأرض ويخلطون معها تسعة وتسعين كذبة والعراف الذي يخبر عن ما في الضمير أيضا يجيبون أنت في نفسك كذا أنت في نفسك كذا والكاهل الذي يخبر عن المغيبات التي في المستقبل كما في القول المفيد وقوله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب جمع مفتح وهو المفتاح الذي يفتح به وهو عبارة عن كل ما يحل مغلقا كالقفر على البيت ومفاتيح جمع مفتاح فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إلا بيده مفتاحها أو مفاتحها فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتح أقفاله وهو الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن هذا الحديث اجتمل على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة وهو أن الغيب لا يعلمه إلا الله وعلم وعلم الغيب قد استأثر الله به وبيده سبحانه خزائنه لا يملكها إلا هو ولا يطلع عليها ولا يطلع على ما يشاء منها إلا من يشاء من خلقه ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل ويوقن به فمن اعتقد أو ادعى أن أحدا غير الله يعلم الغيب فقد كفر وكذب وظل ضلالا مبينة وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله مفاتح الغيب أي خزائنه جمع مفتح وهو الآلة أو المفتاح الذي يفتح به وهو كل ما يحل مغلقا كالقفل على البيت والمقصود الخزانة المقفلة والمفاتيح جمع مفتاح فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر في المخازن والخزائن المستوثق عليها بالأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتحها فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتح أقفاله وهو الله سبحانه وتعالى هذا في تفسير الطبر والواحد والقرطبي وكذا في فتح الباري وأرشاد الساري والتحرير والتنوير قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في وجه كون هذه الخمس مفاتح سميت مفاتح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده فالساعة مفتاح الحياة الآخرة ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض بالنبات وما في الأرحام مفتاح الوجود في الحياة وعمل الغد مفتاح عمل المستقبل وعلم مكان الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة فلهذا صارت هذه الخمس مفاتح شرح الواسطية والغيب كل ما غاب عن علم الناس بحيث لا سبيل لهم إلى علمه كالملائكة والجن ومواقيت الأشياء المستقبلية ونحو ذلك والمعنى أن الله عنده علم الغيب وبيده وحده خزائنه والطرق الموصلة إليه لا يملك وإلا هو ولا يطرع عليها إلا من شاء يطرع على ما يشاء منها من شاء لأنها كلها لا يطرع عليها إلا الله والغيب نوعان واقع ومستقبل فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا ولذلك قد نعلم نحن هنا في هذا المسجد أشياء لا يعلمها الناس في العالم هذا طبيعي لكن ممكن بوسائل الاتصالات مثلا النقل المباشر تعلم لأناس بعيدين وغيب المستقبل هذا لا يكون معلوما لأحد إلا الله عز وجل وحده ومن ادعى علمه فوكافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإذن عندنا غيب ماض وغيب حاضر وغيب مستقبل الغيب الماضي في أشياء لا يعلمها إلا الله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ففي أشياء حدثت في الماضي لكن غاب علمها عن الحاضرين غاب علمها عن الحاضرين هذه لا يتفرد الله بعلمها لأنه علمها بعض من مضى وربما يعلم بعضها من بعض من هو موجود الغيب الحاضر يعلمه من يعلمه لكن قد يغيب عن ناس ويعلمه آخرون والغيب الحاضر يوجد أشياء فيه لا يعلمها البشر يوجد أماكن في قعان المحيطات ما مر علمها على أحد من البشر تحدث الآن تحدث الآن أشياء في البحار في باطن الأرض في السماوات ما يعلمه البشر تحدث الآن كذلك الآن في غيب بالنسبة لنا نحن البشر في غيب في عالم الملائكة وغيب في عالم الجن لا نعلم الغيب المستقبلي لا يعلمه أحد إلا الله فإذا لاحظوا يا أخوان حتى الغيب الماضي والغيب الحاضر البشر لم يحيطوا بعلمه لا يحيطون بعلمه حتى الغيب الماضي والغيب الحاضر يعني هذا الدلالة العجز لكن الغيب المستقبلي هذا لا يمكن إلا كما قلنا من شيء يريده الله فيخبر به الملائكة أو يأمر به الملائكة فينقل بعض إلى بعض فيسمعه بعض مسترقي السمع من الجن والشياطين فيلقونه إلى الكهان في الأرض فيخلطون مع المعلومة الواحدة الصحيحة تسعة وتسعين كذبة لكن بعضها لا يتمكن مسترقوه السمع من الاستراق وبعضها يلتقلطه لكن يرسل الله عليه شهابا فيحرقه قبل أن يبلغه وبعضها يبلغ الكاهن في الأرض بواسطة هؤلاء الشياطين الذين يركب بعض فوق بعض يحاولون استراق السمع فإذن الغيب المستقبل الغيب عموما عموما لا يحيط بيه إلا الله وغيب المستقبل أبلغ أشد ولذلك حتى كبار الدول وكبار الشركات وكبار الخبراء لو تأتي على قضية المستقبل تقول ماذا سيحدث غدا ما يعلمون يتوقعون يتوقعون ثم التوقع قد يصح وقد لا يصح قد يصيب وقد يخيب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خمس لا يفيد حصر علم الغيب في هذه الخمس لكن هذه أمهاتها وذكرت لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بها يعني واحد قال مفاتح الغيب خمس هذه فقط نقول لا في أشياء من الغيب أخرى غير الخمس لكن هذه يتعلق بها الناس ذكر هذا ابن رجب في فتح الباري والعين في عمدة القاري والقصطلاني في إرشاد الساري وهذا بدليل أنه ذكر في بعض الروايات مجيء المطر ضمن الخمس ولم يذكر فيها علم الساعة طيب إذن وعلم الساعة مؤكدن منها هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى استأثر بالغيب دون خلقه وأن علم الغيب لا ينحصر في هذه الخمس وعلمه بعدد خلقه ليس فقط ما يعلمه قال الله تعالى ويعلم ما في البري والبحري وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كذلك استئثاره بعلم أسمائه وصفاته يعني في حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ففي أسماء لله لا يعلمها إلا الله وقد قال تعالى ولا يحيطون به علم والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يوم القيامة في الشفاعة الكبرى المقام المحمود ويسجد تحت العرش سجدة طويلة فيفتح الله به عليها فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يعلمه أحد قط من قبل يعني أنواع من المحامد والأذكار ما عرفها لا ملك ولا بشر ولا نبي فيحمده فيحمده عليه الصلاة والسلام بها أنواع من المحامد حتى يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه الخمس لا أعلمه الله لا أعلمه الله بشيء منها أولاً ثقلت ثقلت يعني خفي أمرها وثقل علمها في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغدة فجأة ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليهما السلام قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا أعظم رسول ملكي جبريل عليه السلام وهذا أعظم رسول بشري محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من باب أولى أن غيرهما لا يعلم ثانياً إنزال الغيث لا يعلم إلا الله فلا يعلم وقت إنزاله من السماء إلا الله في أي مكان يكون ومتى ينزل وكم القدر والكمية إلى آخره لكن إذا أمر الملائكة الموكلين بذلك علموا أنزلوا كذا في مكان كذا وقت كذا بمقدار ينزل بمقدار فالملائكة تنفذ فلما يأمر تعلم قبل ما تعلم ثالثا ولا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله أن يخلقه الله سواه لا يعلم إلا هو قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته ما يعلم أحد لكن إذا أمر الملك علمه الملك والملك يسأل ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد رابعا لا تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني في دنياها وأخراها خامسا وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو في بلد آخر في مسقط رأسه أو بعيدا عنه في بر في بحر في جو قد يموت في الجو لا علم لأحد بذلك إلا الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد ما يكون في غد يعني من خير أو شر من حرب أو سلم زلزال بركان لا يعلم ما ينطوي عليه الغد من خير أو شر إلا الله ويدخل في هذا علم وقت الساعة وقد قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله رواه مسلم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها غدا تبني عليها وكان عندها جويريات يضربنا بالدف بنات صغيرات يضربنا بالدف بمناسبة الزفاف وكنا يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر فقالت جارية يعني فتاة صغيرة منهن وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين قولي الكلام الأول هذه العبارة؟ هذه الجملة؟ لا رواه المخاري فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من القول الباطل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول جارية في نشيدها وفينا نبي يعلم ما في غدي لأنه لا يعلم الغيب إلا الله مرقات المفاتيح وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام وفي رواية ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله هذا كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فقد أحاط الله بكل شيء علمه ومن ذلك إحاطته بما تحمله الحوامل من البشر من الإنس من الجن من الحيوان كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام فيعلم ما حملت من ذكر أو أنثى تام أو ناقص حسن أو قبيح أبيض أو أسود أحمر أو أصفر سعيد شقي طويل قصير كيف رزقه كيف عمله واحد أو توأم أو أكثر قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وجاء في الحديث الصحيح وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال قال أي ربي أذكر أو أنثى أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاني ووسلم كم جنين تحمل به الإناث في العالم يوميا لحظيا هذه اللحظة كم واحدة حملت في بطنها جنينا من إنسان أو حيوان سبحان الله كل هذا الملك يعني يستخبر ويسأل ربه وربه يخبره ويأمره هذا حظيم هذا من العظم الإلهية من العظم الإلهية أن الله يعلم يعلم المستقبل ويتفرد بعلمه ويعلم ما يكون ويأمر الملائكة وبالكتابة وكم جنين كم جنين كم جنين من البشر كم جنين من الحيوان في لحظة في هذه اللحظة كم واللحظة التي بعدها واللحظة التي بعدها شيء مهول هذا لو فكر هؤلاء يعني سبحان الله لو فكر أعداء الله ومن يعصونه لو بس فكروا يعني هذه العظمة هذا سعة العلم هذه القدرة الإلهية العظيمة يعني هذا شيء مذهل قوله وما تغيض الأرحام أي تنقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يسقط إجهاض أو يتضاءل أو يضمحل أو يكون ناقصا أو يقولون الرأس ما في دماغ وما تزداد أي الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها أو يتم خلقها يتم خلقها وقيل الغيض ما تغيض الأرحام ما ينقص حملها عن تسعة أشهر ممكن يولد قبل التسعة بيوم يومين أسبوع عشر أيام يمكن سبعة أشهر صح سبعة أشهر وقد يكون لستة نادرا والزيادة زيادة وعلي كما يقولون مثل الآن البنت أول أول ما تحمل المرأة الزوجة في أول حملها أول ولد لها يكون يتعدد تسعة غالبا يعني يتعدد تسعة يزيد على تسعة أشهر بعض الأيام سبحان الله وقيل النقصان السقط والزيادة تمام الخلق وكل شيء عنده بمقدار فلا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص هذا في تفسير البغو بن كثير والشوكاني في فيض القدير والسعدي في تفسيره فإن قال قائل فما باله الكشف عن الأجنة الآن بحسب العلم الحديث بالسنار هذه والأشعة المقطعية وغيرها الموجات الصوتية ألا يعلمون ما فيها ألا يعلمون أذكر أم أنثى ألا يعلمون في جنين ولا لا ألا يعلمون هل في نقص أم لا فهل يتعارض هذا مع الآية والحديث الجواب لا تعارض البتة فإن الله قال يعلم ما في الأرحم ما عامة تشمل كل شيء فنقول أيها الطب الحديث هل تعلم ما في الرحم قبل أن يخلق أم بعده الله يعلم قبل هل علمت مثل الله لا إذا علمت هل تعلم قطعيا أو يوجد نسبة خطأ سبحان الله يعني عدة قصص يقول قالوا لها بنت راحت أعدت ملابس زهرية اللون طلع صبي قالوا ذكر عدة ملابس مدري زرقاء مدري 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 طلعت قالوا طلع اثنين وين قال كان وفي واحد متخبي ورا الثاني والأشعة ما شافت الله عز وجل ما عنده نسبة خطأ ولا خطأ ثم هل أنتم تعلمون أنه سيحدث إجهاب أو سينزل سليما ما تعلمون هل تحصل لكم مفاجآت نعم هل تحصل عندكم أخطاء في تعيين وقت الولادة نعم ولو علمتم كل هذا هل تعلمون أنه شقي أو سعيد لا هل تعلمون ما هو عمله بعد أن يكبر يولد ويكبر لا هل تعلمون كم عمره لا هل تعلمون رزقه لا إذن يعني أنتم متفاخرين تتباهون بإيش بشيء من العلم يعني علمكم الله وإياه علم الإنسان ما لم يعلم خرص طغيته يعني صار عندكم طغيان علمتم كل شيء تظنون علمتم كل شيء يلا وين أين علمكم به قبل أن يوجد يلا قبل الزواج تعلمون إيش في بطن المرأة هذه ماذا سيوجد لا ولو تزوجه لا يقول لا نحن ما يمكن نعرف إلا بعد مرحلة معينة مرحلة معينة وترى عندنا نسبة خطأ وترى ما نعرف بعدين يسلم يجهض يتم كذا وعندنا نسبة خطأ في تحديد الموعد وعندنا وما نعرف ترى لا نعرف رزقه ولا أجله ولا عمله ولا شقي أو سعيد ولا نقول لما يقول الله يعلم ما في الأرحام يعني يعلم هذا كله لا تجيب ويقول والله بس العلم الحديث يعرف أنه فيه ذكر هو يقول يعلم ما في الأرحام الله يعلم ما في الأرحام ما تشمل كل هذه المعلومات تستطيع أن تأتون بها أيها العلم الحديث أيها الطب الحديث لا ثم هذا الطب الحديث كما قلنا لا يعلم إلا بعد مدة معينة فلما يصبح في عالم الشهادة يصير منظورا يمكن رؤيته يرونه أما قبل لما كان في عالم الغيب ما يعرفونه ولا يرونه وقول صلى الله عليه وسلم ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا يعني في المستقبل فلا تدري نفس ماذا تكسب من خير أو شر قد تموت قبل غد أو يأتي غد أو يأتي الغد وتمنع من العمل الإنسان لا يعلم ماذا يكسب يقينا في غده يتوقع لكن لا يستطيع أن يجزم لا يعلم جزما وقطعا إلا الله عز وجل وقوله عليه الصلاة والسلام وما تدري نفسهم بأي أرض تموت كما لا تدري في أي وقت تموت لا تدري في أي مكان تموت هل يموت في مسقط رأسه ولا بعيد عن ذلك أو في مكان بعيد عن ذلك أو قريب من ذلك أو يموت في البر أو البحر أو الجو لا يعلم ذلك إلا الله وإذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له إليها حاجة كما جاء في الحديث فيذهب لحاجته ولا يدري أنه سيموت والحيوان كالبعير ينشأ في جهة من جهات الأرض ثم يكبر ثم يستعمل للركوب وغيره ثم يذبح في بلاد بعيدة وقد تشحن الخراف من أستراليا لتذبح في هذه البلاد فتخلق في مكان وتذبح في مكان وإذا كان الإنسان عموما لا يدري مكان الموت والنفوس كلها لا تدري في أي مكان تموت ولا بأي أرض تموت فإنها لا تدري كذلك لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان وجهالة الزمان أشد من جهالة المكان المكان قد تنتقل أنت من أرض إلى أرض الزمن ينضي رغما عنك لا يعلم أحد متى يموت ولا بأي أرض يموت قال الشيخ بن عثمين رحمه الله حدثني أحد إخواني أثقات إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل وكان معهم رجل من القصيم معه أمه يمرضها فتأخر عن القوم في آخر الليل فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها القافة الإبل مشت ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدر إلى أين اتجهوا يقول فسلك طريقا بين هذه الجبال فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قلة فسألهم أين طريق كذا قالوا أنت بعيد عنه لكن نوخ البعير واجلس عندنا ونحن نوصلك قال فنزل وأنزل أمه فما هي إلا أن اتجعت على الأرض فوافتها المنية وقبض الله روحا يقول الشيخ انظروا كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج ليتيه أثناء الطريق وينذب إلى مكان آخر لتموت فيه أمه قيل إن الخليفة المنصور اهتم بمعرفة مدة عمره فرأى في منامه كأن خيالا أخرج يده من البحر وأشار إليه بالأصابع الخمس فاستفت المعبرين فمنهم من تأول له بخمس سنين ومنهم من تأوله بخمسة أشهر وبغير ذلك كل وعد يقول له وهذه معناها كذا معناها أنك تعيش كذا خمسة أشهر تعيش خمس سنين تعيش كذا حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لما سأله تأويلها أن مفاتح الغيب خمس لا يعلم إلا الله إيئس بس راس اغزل يدك لا سبيل لك إلا ذلك وصح عن خيثما بن عبد الرحمن ومن ثقات التابعين لكن الرواية هذه ليس لا حكم رفع لأنه ليس صحابيا وأجدر بها أن تكون من الإسرائيليات وحدثوا عن بني إسرائيل ما لم يكن منكر أو باطل قال روي أن ملك الموت دخل إلى سليمان عليه السلام دخل على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال رأيته ينظر إليه كأنه يريدني قال فما تريد قال أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند قال فدع بالريح فحمله عليها فألقته في الهند ثم أتى ملك الموت سليمان عليه السلام فقال سليمان إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائه يعني لماذا قال كنت أعجب منه أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك هذا في مصنف النبي شيبة وحلية الأولياء وقوله صلى الله عليه وسلم وما يدري أحد متى يجيء المطر وفي رواية ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله فالذي ينزل المطر الله عز وجل لا يعلم متى يأتي والكمية والمقدار والمكان النزول ومتى ينزل وكم يستمر والغزارة وماذا يصيب من الأرض وإلى أين سيذهب إذا نزل وهل كم الأرض ستأخذ منه وكم يتبخر وكم يذهب في مسائل الماء إلى البساتين أو إلى غيرها هذا من علم الله طيب وأحوال الطقس معرفة أحوال الطقس ونزول الأمطار وهبوب الرياح وإلى آخره والحرارة نقول هذا ليس من التنجيم ولا ادعاء على الملغيم وإنما هذه دراسات مبنية على أمور حسية وتجارب ونتائج أجهزة وقياسات سرعة الرياح نوعية السحاب ونحو ذلك وبالتجربة والعادة والخبرة السابقة يخبرون بأشياء ثم قد تصيب وقد تخيب يقولون أنطار ممكن ما ينزل شيء يقولون غزيرة ممكن ما تكون غزيرة وقوله عليه الصلاة والسلام وَلَا يَعْلَمُ مَتَّى تَقُوم السَّاعَةِ إِلَّا اللَّهِ كثيرٌ من الناس صار الشغل الشاغل لهم نهاية العالم وقت كذا وقت كذا ومؤلفات ومقالات ومقاطع عربية وأجنبية ووكالات أنباء عالمية تنقل شوف يعني مثلاً في عام 2012 كان الملايين يتوقعون نهاية العالم في 21 ديسمبر وفي خمس دول بأمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة ابتداء من يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام ارتقاباً لنهاية العالم وما صار شيء وكلام كم مرة قالوا سيرتقن بالأرض جسم صلب سيقلب الأرض رأساً على عقب وسيكون فيها نهاية البشرية وسووا استبيانات واستفتاءات ودراسات قالوا عشرة في المئة من سكان والولايات المتحدة يؤمنون بذلك الله عز وجل قال يسألك الناس وعن الساعة قل إن ما علمها عند الله وقال إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغته إن الله عنده علم الساعة قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله فمن زعم أن الساعة تقوم يوم كذا سنة كذا حدد العدد نحن نعلم أنها تقوم يوم الجمعة صباحاً هذه أكيدة ما يبغى لها يعني ما فيها يوم الجمعة صباحاً يعني الساعة لن تقوم يوم السبت ولا الأحد يوم الجمعة صباحاً لكن أي جمعة من أي أسبوع من أي شهر من أي سنة لا يعلم أحد إلا الله والمطلوب بدلاً من الانشغال بمحاولة تحديد وقت قيام الساعة الانشغال بالعمل لها إنما أنت منذر من يخشاها ولما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة أجابوا بسؤال قالوا ما أعددت لها هذا المهم ما أعددت لها روى روى بخالي وسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حاثاً على العمل إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فسيلة نخلة صغيرة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل روى أحمد والبخاري في الأدوان